السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد باليقين والمعافاة لك الحمد يا ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم مع درة جديدة من درار الحكمة نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالحكمة وكما قال لقمان عليه السلام يا بني جالس العلماء وزاحمهم برهبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء أو بالمطر والافتقار إلى الله عز وجل هذا شأن الحكماء وتعدتت أقوالهم في هذا الشأن وكما قال ابن عطاء الله السكندري رحمة الله تعالى عليه إذا أردت ورود المواهب عليك صح الفقر والفاقة لديك إنما الصدقات للفقراء والمساكن وكما كان يقول ما طلب لك شيء مثل للطرار ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار هذا كلام يحتاج إلى تعليق ويحتاج إلى شرح ما معنى الافتقار إلى الله عز وجل؟ وما أهمية هذا الخلق من أخلاق الصالحين؟ الافتقار إلى الله عز وجل معناه أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه أنه فقير إلى الله عز وجل محتاج إليه في كل لحظة غير مستغن عنه سبحانه وتعالى وكما قال رب العزة سبحانه وتعالى والله الغني وأنتم الفقراء وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أيها الإخوة الأحباب الله هو الغني والله تعالى قال لنا ولله الأسماء الحسن فادعوه بها ومن أسمائه الحسن اسمه الغني ومن عبادتنا لله تعالى ومن دعائنا له باسمه الغني أن نرفع أكفنا إليه وأن نقول له يا رب أغننا من الفقر نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن عبادتنا له كعبادة باسمه الغني أن نعلن افتقارنا إليه سبحانه وتعالى وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في دعائه لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني يا رب ونحن الفقراء إليك وهذا الباب باب الافتقار إلى الله عز وجل باب عظيم ينبغي أن نستشعره وأن ندخل على الله عز وجل منه ذكر الإمام بن القيم في مدارج السالكين أن بعض العارفين قال دخلت على الله عز وجل من جميع الأبواب فوجدتها مزدحمة ودخلت عليه سبحانه وتعالى من باب الافتقار إليه فوجدت هذا الباب غير مزدحم فلما دخلت عليه من باب الافتقار أدخلني سبحانه وتعالى وأحسن إليه هكذا يقول ذلك العالم الجليل ليقول لنا إن باب الافتقار الواقفون عليه قليل وينبغي أن نكون نحن من هذا القليل ولذلك أيها الإخوة لما تسمع هذه الكلمة من هذا العارف ينبغي أن نقلد وينبغي أن نسير خلف هؤلاء العارفين طيب سهل بن عبد الله التستري يقول ما باب أقرب إلى الله عز وجل من باب الافتقار إلى الله عز وجل أقرب طريق يوصلنا إلى الله عز وجل هو باب الافتقار إلى الله عز وجل أن نعلن ذلك طيب طيب ما نحن فقراء إحنا كده كده فقراء إلى الله عز وجل يعني المهم استشعار هذا يعني الإنسان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هناك فقران فقر اضطراري وفقر اختياري فقر اضطراري أننا بطبيعة الحال كلنا محتاجون إلى الله عز وجل أنا محتاج إلى الله مع كل نفس أن النفس يدخل ويخرج محتاج إلى الله مع كل دقة قلب أن قلبي يدق ويظل يؤدي عمله محتاج إلى الله عز وجل في كل حركة أن ربنا يؤسر لي هذه الحركات فكلنا كل مخلوق عنده فقر اضطراري إلى الله عز وجل محتاج إلى الله عز وجل لكن هناك فقر اختياري فقر اختياري بمعنى أن يعلن الإنسان ذلك لله عز وجل في واحد هو صحيح كل ذرة من ذرات جسده محتاج إلى الله عز وجل لكن هو لا يعلن هذا لا يخضع لله عز وجل لا يصلي لله عز وجل لا يؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى لا يسأل الله عز وجل من فضله فده ما عندوش فقر اختياري لما الافتقار لاختياري هو هذا أن الإنسان يعلن دائما حاجته إلى الله يعلن دائما خضوعه وتذلله لله سبحانه وتعالى يعلن دائما أنه متوكل على الله ومستعين به في كل صغير وكبير من حياته يعلن كما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لو الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لضعنا فهذا هو الافتقار المقصود والمطلوب أن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل ويعلن حاجته إلى ربي سبحانه وتعالى وهذا هو الافتقار المحمود هو فيه فقر مزموم أيوة فيه فقر مزموم اللي استعاز منه النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بقول أعوذ بك من الكفر والفقر وكان يقول أعوذ بك من فتنة الفقر وبيقول برضو أعوذ بك من فتنة الغنى فالفقر المزموم اللي استعاز منه النبي عليه الصلاة والسلام هو الفقر اللي بيلجئ الإنسان إلى الحاجة أنه يبقى محتاج أنه محتاج إيه؟ محتاج إلى الناس أن يمد إيدي للناس أنه لا يجد ما يكفيه حاجته الأساسية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيز بالله من هذا الفقر وكان يسأل الله تعالى الغنى والغنى نوعان غنى المادة أن يكون الإنسان عنده مادة عنده مال يكفيه أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وأنه يكون عنده غنى نفس والاتنين مطلوبين أنه ربنا يعطينا هذا الغنى وهذا الغنى طيب الفقر المزموم هو الافتقار إلى الناس لأنه الإنسان كده سيزل لخلق الله عز وجل وإحنا عايزين التزلل فقط يكون لله عز وجل وكان من دعاء سيدنا الأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه يا ربي عن التزلل لغيرك يا ربي كما صنت وجهي أنه يسجد لأحد غيرك يا ربي صن وجهي عن التزلل لغيرك يا ربي يعني مش عايز يا ربي أبقى فقير إلا لك أنت سبحانك وبعض العلماء يروون عنه رضي الله عنه أنه قيل له ادعوا لنا فبما دعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي جعفر قال كنا مع أحمد بن حنبل فقلنا له ادعوا الله لنا فقال اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب فاجعلنا على ما تحب ثم سكت فقلنا له زدنا فقال اللهم إننا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين اللهم وفقنا لمرضاتك ثم قال اللهم إننا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ونعوذ بك من الذل إلا لك اللهم إننا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ونعوذ بك من الذل إلا لك هذا هو الموطن وهذا هو الشاهد يا رب لا تزلنا لأحد غيرك الزل لله عبادة تزل لله عبادة المسكنة لله عبادة أشرف ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم هذا فخر كبير إن أنا أكون عبدي لله إن أنا أكون فقير إلى الله إن أنا أكون ذليل بين يدي الله لكن التذلل والافتقار لغير الله عز وجل للخلق هذا شيء مذموم نستعيذ بالله عز وجل منه ويقول الأصمعي رأيت أعرابيا في موقف عرفة وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك وأعوذ بك من الغنى إلا بك فقلت له يا هذا أما لك إلى ربك حاجة تسأله في هذا الموقف غير هذا فقال لي وأي شيء بقي من الحوائج وأي شيء بقي من الحوائج ده أنا أقول له يا ربي أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الغنى إلا بك هو كده فضل شيء أنا ما سألتوش ربنا سبحانه وتعالى ده أنا كده سألت ربنا كل شيء أنا أعوذ فهذا معنى مسألة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى المشكلة الكبرى اللي ممكن يقع فيها الإنسان إنه يشعر باستغنائها عن الله عز وجل وهذا الاستغناء والعياذ بالله يجعله يتكبر على الله سبحانه وتعالى ويطغى ولذلك في القرآن الكريم في سورة العلق كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إذا استغنى الإنسان عن الله عز وجل لا طغى إذا شعر بغنى نفسه عن الله عز وجل والشيطان وسويس له بالحكاية دي والنفسه الأمارة بالسوء وسواست له بإنه غني عن الله مستغني عن الله طغى ولذلك فرعون ما الذي جعله يطغى هو المعنى ده إنه حس بالاستغناء أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين الله ده في نوع من الاعتزاز بالنفس الاعتزاز بالنفس المزموم العزة مطلوبة عزة النفس مطلوبة لكن هنا في نوع من الكبر في نوع من البطر في نوع من الإعلان الاستغناء عن الله عز وجل فالاستغناء عن الله عز وجل جعله يطغى ولذلك الإنسان يستعيذ بالله أنه يستغني عن الله ده أنا عايزة ربي دايما أكون فقير إليك غير مستغني عنك لا غنى لي عن فضلك ولا غنى بي عن فضلك يا رب العالمين فقارون مثلا ما الذي جعله الناس تقول له وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أجيته على علم عندي الله ده فيه نوع من البطر فيه نوع من الكبر فيه نوع من إعلان الاستغناء عنه لا مش محتاج فكانت النتيجة في فرعون أن الله عز وجل أجرى البحر من فوقه كما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت فأجرى الله البحر من فوقه وأغرقه وأذله وأذله وقارون أذله الله تعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض هكذا فالشاهد إن الاستغناء عن الله هذا شيء سيء لكن الغنى بالله هذا هو منزل من منازل السالكين إن الإنسان يستغني بالله عز وجل اللهم أغنني بفضلك عما سواك أغنني يا رب عما أغنيته عني اجعلني غنيا بك مستغن عن خلقك يبقى الاستغناء بالله مش الاستغناء عن الله لا أنا عايز أكون غني بالله سبحانه وتعالى والغنى بالله هو الافتقار إلى الله أنا عندما أفتقر إلى الله عز وجل الله يغنيني من فضلي ويغنيني عن خلقه سبحانه وتعالى أنا عايز أكون غني بالله سبحانه وتعالى طيب الافتقار إلى الله عز وجل شأن الأنبياء والمرسلين وشأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نمشي وراهم في مسألة الافتقار إلى الله عز وجل شوف سيدنا موسى يقولي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أنا فقير إليك يا ربي ارزقني من فضلك فلما أعلن الافتقار إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله تعالى بذلك وفعل الخير مع ابنتي الرجل الصالح وسقى لهما هنا جاءه الخير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وبعدين يروح فيأمن ويجد عملا ويتزوج قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ووجد ذلك بافتقاره إلى الله عز وجل فإحنا اللي محتاج رزق يعلن فقره إلى الله عز وجل وقول ربي ارزقني اكفيني بحلالك عن حرامك أغنني من الفقر وأقضي عن الدين هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي محتاج مال يطلب من الله عز وجل ويعلن افتقاره إزاي أبقى محتاج ولا أسأل الله عز وجل لا ده أنا لازم أدعو والدعاء مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى زي سيدنا موسى ما قال كده ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا أيوب عليه السلام يعلن افتقاره إلى الله عز وجل في شأن الصحة هذه جانب من جوانب الافتقار إلى الله عز وجل وسيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضته فهو يشفين حدش هيجيب الشفاء إلا ربنا لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقم فربنا لما يريد الشفاء يأتي بالشفاء ولو على يدي أصغر طبيب سنا يعني أو علما ربنا يوفقه أنه يكتب الخير طيب إذا لم يريد الشفاء والعياذ بالله لا أحيانا يبقى أمهر طبيب ويشخص الحالة غلط أو يكتب دواء غلط أو الدواء يتكتب صحة بس يصرفه يصرفه غلط أو يتكتب صحة ويتصرف صحة لكن يتناول بطريقة خاطئة إلى آخر هذا أو كل دو صحة لكن الدواء لا يأتي بمفعوله بيبقى فيه مريض ومريض والاتنين نفس الحالة والاتنين بيأخذوا نفس العلاج وواحد يشفى وواحد لا يشفى عشان نعلن افتقارنا إلى الله عز وجل في هذا الشأن سيدنا زكريا يعلن افتقاره إلى الله تعالى في شأن الإنجاب رب لا تذرني خيرا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له كل دول ربنا قال عنهم استجابنا له وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلن افتقاره إلى الله عز وجل في شأن الهداية في شأن الهداية يعني حكاية الهداية دي مش شطارة مني ولا شطارة من حضرتك إن حضرتك بتصلي أو بتسمع دلوقتي برنامج ديني أو بتسمع ذكري لله سبحانه وتعالى أو بتذكر رب العزة سبحانه وتعالى لا دي كلها هداية من الله عز وجل نحمد الله عز وجل عليها الذي خلقني فهو يهدين أنا محتاج في الهداية اهدنا الصراط المستقيم في كل ركع نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم ويسيدنا إبراهيم يقول في دعائه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان الله بأنت نبي وأبو الأنبياء ويدع ربنا يا ربك فيني شر عبادة الأصنام كان بعض السلف يقول من يأمن على نفسه بعد إبراهيم إلا على طريق الهداية ويقول لك لا لا ده نسابت لا لا ده نمش لا والله ده تثبت ربنا ربنا يقول ولولا يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا لا ده أنا فقير إلى الله عز وجل في أنه يثبتني على الهداية فسيدنا إبراهيم يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يعني يا ربي أنت اللي حفظنا من ده وأدم علينا نعمة الحفظ من هذا أنا فقير إليك في جانب الهداية وهكذا فالعاقل هو الذي يعلن دائما افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى الافتقار إلى الله عز وجل هذا سبب في كل خير والعلماء يقولون هو أصل من أصول الدين بعض العلماء سئل عن أصول الدين فقال الافتقار إلى الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الافتقار إلى الله والاقتداء برسول الله الافتقار إلى الله يخليني أصلي وصوم العبادة العبادة أصلها الخضوع لله مع المحبة لله عز وجل فقال أصول الدين أنا شايف أن أصول الدين خير إيه هي؟ قال الافتقار إلى الله واتباع النبي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم جماع المعرفة الافتقار إلى الله المعرفة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى إن أنا أكون مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بل قال بعضهم ثمرة الطاعات الافتقار إلى الله عز وجل لو حبيت تلخص ثمرة العبادات في كلمة إيه الثمرة بتاعة الصلاة وإيه الثمرة بتاعة الدعاء وإيه الثمرة بتاعة الخضوع لله عز وجل والافتقار إليه إعلان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى طيب مظاهر هذا الافتقار إيه؟ قالوا عندنا كذا مظهر مظاهر كثيرة العبادات كلها من مظاهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أنت بتصلي لمحتاج إلى ربنا وده حق ربنا عليه بتدعى ربنا لمفتقر إلى الله عز وجل ولذلك قالوا من مظاهر الافتقار إلى الله الدعاء الدعاء أصله والعبادة أصلها قالوا معرفة الإنسان بنفسه ومعرفة الإنسان بربه من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه بالافتقار عرف ربه بالغنى ومن عرف نفسه بالزل عرف ربه بالعزة وهكذا فأنا ضعيف وربي قوي أنا فقير وربي غني فلما حسد بكذا فرفعت إيدي لله سبحانه وتعالى ودعوته ولذلك ربنا يقول وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل الدعاء عبادة ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الدعاء هو العبادة ويتلو هذه الآية المباركة طب ليه الدعاء عبادة قال لك لأن غاية العبادة هو التزل والافتقار إلى الله طب ما هو الدعاء كده أنا برفع إيدي لما حس بالعجز وقول يا رب يعطينيك يا رب شفني يا رب ارزقني فالدعاء هو العبادة والتذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فإحنا محتجين أن نكتر من الدعاء لله سبحانه وتعالى وأفضل ما يتوسل به إلى الله عز وجل إعلان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى طاووس عليه رحمة الله يقول بينما أنا في المسجد فدخل علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبي وعن أهل البيت أجمعين دخل المسجد فقلت أستمع ماذا يقول لله لعل أن تفع به يقول فسجد وجعل يقول يا رب مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك عبيدك بفنائك يعني يا رب أنا فقير يا رب أعطي قال فانتفعت بها فما دعوت بها في شيء إلا استجاب الله عز وجل لي يقول أنا أدت وداني فسمعته هو بيقول كده فقيرك يا رب أنا رب عبدك الفقير واقف ببابك يا رب وبفنائك فافتح لي الأبواب وأغنني من الفقر العلماء يقولون من ثمرات الافتقار إلى الله عز وجل الغنى العلماء يقولون من افتقر إلى الله عز وجل أغناه الله سبحانه وتعالى عن كل ما سوى التواضح كل ما الإنسان يحس كده أنه نفسه أمر بسوء وعزي يتكبر على الناس لا يتواضع لله عز وجل يجد نفسه فقيرا ويستفاد هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام ده هو استعاز بالله من الفقر إزاي يسأل الله عز وجل أن يحيه مسكينا قالوا هو المسكنة هنا بقى اللي هي الفقر الافتقار إلى الله يبقى عنده بس حاسس أنه فقير إلى الله عز وجل مش مستغني عنه ولذلك الماء بن القيم يقول الافتقار إلى الله لا ينافي الجدة الجدة يعني لا ينافي الغنى طيب ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ووجدك عائلا فأغنى بس كان سيد المفتقرين إلى الله عز وجل والأنبياء كان سيدنا سليمان أتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لكنه كان مفتقر إلى الله عز وجل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يبقى ما فيش تنافي بين أن الإنسان يكون غني عنده مال كثير جدا لكن الدنيا في يده وليست في قلبه فيشعر دائما بأنه محتاج إلى الله عز وجل من ثمرات الافتقار إلى الله عز وجل أن ربنا يأتيك بالنصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مفتقرون إلى الله عز وجل يتقولون يا رب انصرنا وهكذا معتمدون عليه ومتوكلون عليه في المقابل في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء في بداية المعركة لما أعجبوا بكثرتهم كان للعدو الغلبة فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فاجتمعوا عليه ونصرهم الله تعالى لكن يقول لك افتقر إلى الله ينصرك الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون من ثمرات الافتقار إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهده زاكر واجتهد واعمل إلا عليك بس خليك دائما مفتقر إلى الله عز وجل إنه وفقك وإنه يبارك في سعيك لأنه لو لم يعنك ما استطعت أن تصل إلى شيء قالوا السعادة سعادة الدنيا والآخرة وراحة القلب هذا أيضا من ثمرات الافتقار إلى الله عز وجل يبقى المسلم أيها الإخوة عليه دائما أن يعلن افتقاره إلى الله عز وجل أن يسأل الله تعالى باسمه الغني أن يخضع ويتذلل والعلماء كانوا يقولون القلب فقير من جهتين من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة أنا أعلن افتقاري من جهة العبادة لله عز وجل ومن جهة الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين فلولا عون الله ما عبدنا اللهم لولا أنتم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فالعبادة رزق من الله عز وجل العون على العبادة كذلك رزق ولذلك قالوا قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغاية على الوسيلة غايتنا أن نعبد الله ووسيلتنا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى فالخير كله والعطاء كله يأتي عندما نعلن افتقارنا إلى الله عز وجل وبعض العلماء دعا بعض الأمراء ليصلوا صلاة الاستسقاء فتأخر الأمير فأرسل العالم من يأتي بخبره فرجع يقول للعالم وجدت الأمير رافعا يديه إلى السماء ويبتهل ويبكي لله عز وجل فاستبشر ذلك العالم بأن الخير سيأتي وقال إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء إذا أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك لو عاوز ربنا يعطيك من المواهب ويعطيك من الهداية ويبارك لك في علمك ويبارك لك في سعيك ويعطيك من خير الدنيا والآخرة صحح الفقر والفاقة لديك خليك دايما فقير إلى الله عندك فاقة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهو القائل سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين نسأل الله تعالى أن يرزقنا الافتقار إليه وأن يرزقنا الغنى به سبحانه وتعالى نعوذ به من الفقر إلا إليه ومن الذل إلا له سبحانه وتعالى اللهم اقضي عنا الدينة وأغننا من الفقر وإجعلنا دائما من عبادك الصالحين نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته إلى لقاء قادم إن شاء الله مع درة جديدة من درري الحكمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته